على الموضوع نهار الجمعة قبل ما يتحدث البرنامج وش قلت وقتها قلت اللي فينا المو برنامج هداية معناها كان من المستغرب أنه رئيس الحكومة والرئيس يتحطوا ويعتبروا ويردوه مسألة قضية الدولة ويتحطوا عليه كموضوع رئيسي في الندوة الصحفية اللي نرمال مو كنا مش نسمعوا فيها شنية العلاقات وش صار في الزيارة نسمعوا في بورية قضية الدولة وبرنامج هو اللي بشي يهلك العلاقات ودر شنوها وكي ينوى ضمنيا يدعو لل وقلنا لي المشكل متاع إذا كان فما مشاكل عنا في تونس فهي معلومة ونحن تحدثوا عليها ونجيبوا نيس ترفع في الصقف وتقول هيدا انقلاب وديكتاتورية البارح بارك بحذيك أنت حمد سواب حدث على الدكتاتورية في تونس دونك معناش أكلي بأمور مسكرة بتاعنا قاعدين نحكيه مهوش بش تشرق علينا الشمس من المسيس نحن ضايعين وفجأة نجي المسيس قولها راي هاي الوضعية في البلاد وفي نفس الوقت زي ده قلت وهذا بنفس القدر مش هيدا شوية والاخر ونركز عليها بنفس القدر راهو الامسيس ما هيش معناتها طرف محايد معناها جاينا يمثل معناتها الحقوقين والدرشنية امسيس عندها خط تحرير وخستن برنيمج ذيك وخستن السيدة ذيك ونسبة ساهلة نعاود مش نقراني مش سبة توصيف الخدمة اللي خدموها على سبع اكتوبر دليل عالشي هدي خدمو البرنامج ذيك خدمو على سبع اكتوبر مشي هو جابوه عملو معه في الفيقارو عملو معه حوار مطول بعد سبع اكتوبر شكوه على شكوه مركز على ميلونشان قالو كيفاش ميلونشان كده وهذا خير ديسبسيون كيفاش قال ميلونشان راهو هدي ممواطنين بشرة والنيس اللي في غزة هذيك الصحفي هذيك ايه بقى ما خيبش اه ظني لما حاله هو في البرنامج اه تفرجت انا مبعد متفرجش فيه لحقيقة مش تسهر لحديش تعالي تفرج في هذيك انا وياك احملنا نفس شيء والله يعطيك انا قمت الصباح تفرجت فيه مكنش عندي حتى انتظارات كبيرة وقعت بهت في الناس وما ترقدوش وسهر وقعمل ارقت في وقت اي قمت الصباح مشيت لليوتيوب تفرجت وما خيبش ظني معناها انا انا ما خيبش ظني من نحية الردائع على مستوى الساعة معانتها طريقة تناول الموضوع برشت فاركيح وكي جوبت على الامسيس دون كاما انا الامسيس عندي مدة حسرة ماما ثم قالك الكلمة السحرية اللي هي انا في رأي جوهر الواحد هي كلكلمة ديك طايس اسعيد الخطاب المعادي للسامية الانتي سيميت هذيك هي يودي بقى من الاخر هذيك هي راه ومشكلتي معاه راهو خطر انتي تعفز في اسرائيل انتي سيميت طايس عيد عفز في اسرائيل انتي سيميت هذيك هو الموضوع هذيك هو المنطق الصهيوني هو هذيك انسان متساهين في اللخر هذيك خطهم التحريري غاديك اه وزيد حسب ما فهمت اه على اقل جزء مهم التصوير صار بعد سبع اكتوبر في نوفمبر في نوفمبر في نوفمبر في نوفمبر لليا في اه قبل بعد سبع اكتوبر ايه قبل منتصف اكتوبر خطر فما صحفي احذر فك الندوة الصحفية متاع المعارضة اللي قال هو في ولهي ما حاضرين فيها الاعلام والصحفيين ما انتم متنجفتكم قال لي راهو قبل منتصف اكتوبر وحاضر وشفتهم قال لي للصحفيين متاع الامسيس يصوروا ذلك بعد سبع اكتوبر بدايه ما عادت ظاهر ديت تعيت يا بابا يامي لكن في المقابل انا ملايحة تزادة اللي الناس بيقى هنا نقولوه هذيك ما تزيدوش عدينا في الموضوع هذيك يا راه موضوع فلسطين والسرع العربي سويني ومسألة مركزية وين نعتبر اللي المعارضة يلزمها تكون منتبهر جدا للموضوع ذي راهو مش تحاول تكسب ثيقة الشعب التونسي ما يزيش تلعب في الموضوع هيدا بقدر ما الدفاع على المسألة الديموقراطية في تونس بقدر على الدفاع على المسألة الوطنية اليوم هانو اقول لك السؤال اللي قال هل من حق الناس هذي بانها اليوم اليوم الناس هذي فمش كون يتهمها بانها مش ترتمت في احضان برنامج اجنبي البرا للخارج اجعنا لك الدبام تعبين عليها كالعام هل من حقهم انهم يعارضوا في الداخل امن الخارج من الناس هذي عنده الحق ولا ما عديش حق الناس ما رايك انا بقدر ما قلت لكلام هذي كل وقلتو من هار الجمعة اخويا لم انتظر كيف مقال الجمعة لم ننتظرها وقلناه قبل واختش هو مع الداوه لم ننتظر قلناه قبل ما يقولوه ربما ينس معها الرئيس قلتو من لول رأيها دينس لكن زيدة تجيب ناس تخدم على روحها في السياسة تعمل تدفع على رأيها وتعمل في في تونس لهنين ويعملوا في ندوات ساعة هو قال كلون ديستيني تيت حمل مسؤوليته هو اللي قال هما ما قالوش نقطبو في كلون ديستيني تيت هو ممشي وللرأي العام ويكذا ويحكي ويجي تقول لي انتي ليه هذون كاكلية اي واحد ظهر هو بالضرورة يخدم في ليه سيدي كل واحد يتحامل مسؤوليت كل واحد شنو قال وكيفاش ظهر ويلزم نشوف لكل حالة تعرفوا اما رأوا في الاخر الوضع متاعنا وردي معانيش مشاكل لا عنا مشاكل فقر لا عنا مشاكل هجرة غير نظامية وشباب معدوش يأسم الوضع في البلاد ويحب يعمل هجرة غير نظامية لا عنا آآ المشكلة اللي صار في طريقة التعامل مع الافارقة جنوب الصحراء ويسفيق واضح صارت تجاوزات قانونية وحقية وحكينا فيه متولا هنا في جميع البلايس اللي نجي متحدثوا فيه ثم تقول لي ما فاماش مشكلة حريات والمرسومة اربعة وخمسين والفصلة اربعة وعشرين والمرسومة اربعة اللي نتحطوا فيه زد الله هنا يعني فاما مشاكل ولا يجب وانا نقول له اي واحد يحكي على اي نوع المشاكل هذيك اللي يشوف في سورة في سورة تونس هو انك تعمل حاجة هذيك 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 هو في الاخر انا ما حدش في العام كذي ككح بتاع التسعين بتاع رهو هو اللي بشي يوري للعالم العالم قاعد يتفرش فيك فاما جوجل ترانسليت وفاما تشات جي جي بي وفاما دنيا كاملة ما عادش تيش بتخبي تغطي عين الشمس بالغربان ما تيش تعملوا شي هذيك تقول لي ما يلزميش نخلي حد اخر يستخدمني في السردية متى او قولك ايه في نفس القدر تزا قولك ايه حذر رود بالكم رو يحبوا يستخدمونكم ورد بالكم انا في رأيي اللي اخذيه حظة كتر من حظه بضبط وواضح انسان متحيل انا شفتك القالو انستجرام موز لحقيقة ما نعرف هيش والله يتولي ما يعرفها حد انا بعثرها كلمة انا ندعوها انها بل اللي بعثلها ايمايل على خطر عملية تحيل واضح قالها نحن نحب ونعملوا كذا واعطيها خط تحرير معين وجاين مش نعملوا على السياعة تمشي تقدم بيه قضية وتقدم بيه قضية على مستوى الاضرار بي بوضعها بصورتها وتهديد تهديدها جسديا لانو يحطها في الوضع ذاك انو الناس مش تتهمها بالخيانة وتتهمها كذا وتمشي لفرنسا تقدم بيه قضية غديك انا معا انو تعمل شي هذيه في علاقة باكة صحافية هذيك بالذات بتاع اللي بعثلها ايمايل اما اما انا يظهر لي خرجنا من اصول المواضيع انا سمعت نيس حتى بدت تنظرنا على تس ايو مرة اخرى بلي خلنا نبع نسألو سؤالة ذاية لاتوا نسألو سؤالة ذاية